اذا انت نشر على AdSense او عندك قناة اكيد اسمعت بشغل اسمه PIN CODE او الرقم التعريف الشخصي و بدون هذا الرقم حسابك ما رح يوصلك عليه ولا اي دولار اليوم رح خبرك كل شي عن هذا الموضوع كيف تستلمه شو بتعمل اذا ما وصلك واهم المشاكل يلي ممكن تواجهك موسيقى ليش مهم ال PIN CODE رقم ال PIN CODE او رمز التعريف الشخصي هو رمز مكون من 6 ارقام تبعت لك يا جوجل بالبريد العادي لما بتوصل ارباحك لحد العشر دولارات حتى تتأكد انه العلوان اللي سجلته ب AdSense صحيح بمعنى اخر اذا ما دخلت الرقم ما رح تقدر تسحب ارباحك نهائيا كيف بيوصل رقم ال PIN CODE بمجرد ما توصل ارباحك لرقم العشرة دولار بجوجل جوجل رح ترسلك رقم التعريف الشخصي اللي حكينا عنه بالبريد العادي بس ما فيك تتوقعه يوصل فورا ممكن ياخد من اسبوعين لأربع اسابيع حسب البلد طبعا ومرات اكتر اذا مرت ثلاثة اسابيع وما وصلك هيدا الكود فيك تطلب كود جديد من حسابك طبعا ب AdSense بس انتبه عندك اربع محاولات وبعدها بدك تستخدم وسيئة رسمية لتأكيد العنوان اذا طبعا جوجل سمحت لك بهيدا الشيء كيف فينا ندخل ال PIN CODE فوت على حساب AdSense روح على التحقق من العنوان ادخل الرقم يلي وصلك واضغط على ارسال وهي خلاص بيكون حسابك ب AdSense تفعل مية بالمية شو من المشاكل الشائعة والحلول بموضوع رقم التعريف الشخصي او ال PIN CODE اول شي ال PIN CODE ما وصلني بعد اربع محاولات طبعا مت ما قلتلك ممكن جوجل تعطيه خيار ترفع وصيقة رسمية لحتى تأكد العنوان ادخلت ثلاث مرات الرقم تبع ال PIN CODE بشكل خاطئ الحساب رح يوقف مؤقت لازم تستنى فترة لاعادة المحاولة او لحتى جوجل تسمحلك بهيدا الشيء او حتى تتواصل مع دعم AdSense بدي اغير العنوان بعد ما ارسلت ال PIN CODE للأسف ما فيك دغري تغير العنوان لازم تنتظر لحتى يعطوك خيار ارسال ال PIN CODE من اول وجديد وبتدخل عملفك الشخصي وبتغير عنوانك اذا استفدت من هيدا الفيديو ما تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلك كل المعلومات المهمة عن AdSense واليوتيوب